بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وقد سبقا تحدثت في هذه الحلقات عن الحملة الفرنسية على مصر وبدأت بها لأنني أعتقد أن التاريخ الحديث بدأ بها في سنة 1211 هجرية 1799 ميلادية على رأس القرن التاسع عشر ثم الحملة الفرنسية على جزائر بعدها بثلاثين سنة وأكثر وأتحدث في هذه الحلقات عن الاحتلال البريطاني لمصر وأرجو إن شاء الله تعالى وإن فسح الله في المدة أن آتي على التاريخ الحديثي كله في هذه القناة التي أرجو أن يبارك الله فيها أن آتي على التاريخ الحديثي كله في حلقات متتاليات إن شاء الله تعالى حتى يعظم الوعي عند الإخوة والأخوات بالتاريخ وأحوال التاريخ الحديث حتى نستفيد من مسيرتنا الماضية القريبة في مسيرة حالية ومستقبلية وليكون كل ذلك مثل مشاعر التي تنير دربنا وضياء ينير لنا الطريق إن شاء الله تعالى وبحولي وقوتي هذه الحلقة أتحدث فيها عن صحف الصحف العميلة صحف الهزيمة والصحف آنذاك في مصر كانت كل شيء هي أداة الإعلام الوحيدة تقريبا ما كان هناك تلفزيون بالطب تلفزيون مختلع الإذاعة طبعا ما كانت موجودة آنذاك ما كان هناك وسيلة أبدا إلا جرائد والجرائد كانت هي عمدة المحتل في تثبيت وضعه في مصر على وجه عجيب والأسف الشديد أن الذي كان يقوم بمعظم ذلك العب هم نصارى بلاد الشام الشام الكبير يعني لبنان وسوريا النصارى الذين نزحوا من الشام واستقروا في مصر كانوا من أكبر المؤيدين للاحتلال الإنجليزي هذه حقيقة لا بد أن تعرفها الأجيال وأيضا هناك وجد بعض المصريين للأسف الشديد الذين مالقوا الاحتلال في جرائدهم بصورة مزرية ومزرية جدا وباختصار شديد كان يعني من الصحفيين من هو منافق ومتزلف من كان يريد المال ويفضل المصلحة على أي مصلحة أخرى ومن كان يكذب ويعلم أنه كاذب ويستمر في كذبه على الناس وعلى الأجيال وهناك بعض جرائد القليلة التي كانت مثل في الحقيقة المؤيد للشيخ علي يوسف المنار لرشيد رضا أبو نظارة التي كانت يعقوب صنوع كانت في الخارج ومنعت بعد ذلك جرائد مهمة سأتي على شيء منها إن شاء الله وتعالى انظروا للمقتطف التي كان يقوم عليها النصارى ماذا تقول تهنئ القراء في نوفمبر 182 1299 هجرية تهنئهم بماذا؟ على خمود نيران الثورة المصرية ورجوع ماء مصر إلى مجاريها وانكساف شمس باغيها وهذا عجيب يعني تهنئهم بالاحتلال ووصل الأمر بالأهرام وهي كانت طبعا صحيفة كبرى آنذاكم أزارت اليوم تصدر أن انصرفت عن الشؤون الداخلية ومعالجتها تماما أو تتكلم كلاما سوءا انظروا يعني انجليزي يقول للأهرام إني أعجب من عدم نشرك جملا عن الحالة والرأي العام ما تنشر ثم أولا تحمل على المخلصين فحملت الأهرام على العاصي عرابي سمته العاصي عرابي ورفاقه البغاه البغاه ثم نشرت صورة ضخمة لجنرال ويلسلي قائد الحملة الإنجليزية وأرخت لحياته في صفحتها الأولى يعني هذا عجيب وظهرت الصحف السياسية الأخرى في الشهور الأولى للاحتلال تصور انكسار النفوس وهزيمتها وضعفها وتراخيها وتنكروا لزعماء الثورة وتحاملوا عليهم وحملتهم المصير الذي آلت إليه مصر يعني شي عجيب وأدرك الإنجليز أهمية الجرائد لتثبيت حكمهم فاشتروا اسمعوا منشور إعلان عصيان عرابي كان له أثر كبير جدا في الهند الهند كانوا يعني ما سمعوا باحتلال الإنجليز لمصر ثاروا في الهند ثاروا ثورة كبيرة كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل احتلال إنجليزي في مصر؟ كيف يهدئونهم؟ اشتروا من جريدة الجوائب وهي جريدة رسمية عثمانية اشتروا منها مليون نسخة فيما أذكر نعم مليون نسخة من الجريدة بنسخة اللغة العربية ليوزعوها على مسلمي الهند لتستقر نفوسهم وتهدأ عندما يرون أن الخليفة العثماني يعلن عصيان عرابي انظروا الإنجليز ماذا يصنعون لا إله إلا الله خافوا لأنه هند تحت سيطرتهم خافوا أن يثور الهنود عليهم والفئة المخلصة كانت تكمم ولا يسمح لها أبدا إطلاقا صحف عبدالله النديم توقفت قبض على حسن الشمسي صاحب جرائد المفيد والسفير والنجاح جرائد ثورية ممالئة للعرابيين منعوها وأبعد أقطاب الصحافة المصرية مثل محمد عبد ونفي طبعا مع أحكام العرابي ونفي خارج البلد وعبدالله النديم أيضا صار مختفيا يبحثون عنه وحسن الشمسي اضطر إلى أن يعمل محمد وابتعد عن الصحافة أيضا صار هناك مناكفات بين مصريين والشوام كما كان يسمون في مصر أنا ذاك الشوام السوريين والإبنانيين فغذت هذه الروح الحكومة البريطانية في مصر غذت هذه الروح بين المصريين والشوام وسمحت للصحف أن تتحدث صحف الشوام يتحدثون عن مصريين صحف المصريين يتحدثون عن الشوام تنفيسا للضغوط وإفساحا لإنجلترا أن تصعى ما تشاء في مصر بعيدا عن النقد الصحفي وهذا استغلته بريطانيا استغلالا كبيرا كبيرا جدا للأسف الشديد قررت تعويضات هائلة لأصحاب الجرائد تعويضات يعني مثلا المطبعة التي احترقت أيام الثورة العرابية كانت تساوي خمسمائة فرنك قرروا لها تعويضات مطبعة الأهرام مئة وثمانين ألف فرنك سليم نقاش صاحب جريدة المحروسة قبض أربعين ألف فرنك تعويض من الحكومة مقابل احتراق المطبعة وهؤلاء كلهم طبعا موالون للحكومة الإنجليزية استطاعت المعتمد البريطاني في مصر أن يجذب إليه رؤساء الجرائد وخاصة الأهرام وأيضا جريدة الوطنة كانت لسان حال عرابي والثورة العرابية والحزب الوطني بعدما فشلت الثورة تحولت ونافقت ويقولون لما وصفوا بعرابي ورجال الثورة بأنهم أشبهوا بالطاعون إذ مطمحوا أنظارهم وجهوا إلى غايتهم الذاتية فلا يبالون بتخريب البلاد وخسروا دنياهم وأخراهم يقولون عن العرابين وهي كانت إلى أهد قريب موالية للعرابيين وللثورة العرابية وميخائيل عبدالسيد نصراني طبعا يشرح وهم حرر في الوطن يشرح سر تحوله عن رجال الثورة بأن سياستهم كانت كناية عن إلقاء الوحشة في الصدور وتمزيق البلاد بالعصبيات وكانوا أعداء لكل مصريين عاقل عجيب كانوا يدافعون عن البلاد ضد الجيش الإنجليزي وتحدثت جريدة الوطن عن عقاب عرابي وكأنها كانت تدرك ما سيحدث من تدخل الإنجليز لمحاكمة العرابيين وفعلا كان هناك نوع من التواطؤ ما بين الإنجليز وهذه جريدة جريدة الوطن أيضا نشرت القصائد والمقالات ضد الفئة الباغية يعني عرابي وما معه سموا بالفئة الباغية والفئة الضالة يعني غريب غريب جدا ونشرت محاكمات العرابيين في جريدة الأهرام وقالوا نشرناها للعبرة وأن التهاون الذي كان معهودا من قبل قد تبدل وأن المخالفة مرذول مهان هذا المخالفة الذي دافع عن مصر مرذول مهان هذه الأهرام وأما جريدة عروة الوثقة في باريس فمحمد عبد وجمالدين أفغاني أصدرها في باريس جمالدين أفغاني نفي من عهد إسماعيل لكن محمد عبد نفي في الثورة العرابية وخرج إلى باريس وتعاون هو وجمالدين أفغاني لإصدار جريدة العروة الوثقة كانت ضد الاحتلال الإنجليزي طبعا وكانت تدخل مصر بالتهريب بالسر إلى أن حاولت الحكومة البريطانية مع الحكومة الفرنسية من أجل إيقاف عروة الوثقة وفعلا وقفت بعد ثمانية عشر عددا أين حرية التعبير أين حقوق الإنسان الذي يتشدق بها الأوروبيون كثيرا ذهبت أدراج الرياح إذا كانت تخالف مصالحهم عاهدنا هذا من الأوروبيين دائما وغربيين عموما ينادون بحقوق الإنسان حرية التعبير متى ما كانت حرية التعبير حقوق الإنسان تخالف مصالحهم لابد من تحطيم حرية التعبير لابد من تحطيم حقوق الإنسان هذا وضع الأوروبيين وغربيين عموما عرفنا ذلك منهم حوادث لا حصرة لها لا حصرة لها في الماضي والحاضر نعم وتفاهم الإنجليز مع الفرنسيين تفاهموا مع الفرنسيين لإيقاف العرور الوثقة بعد أن حاولوا مع القائمين على البريد في مصر أن يوقفوا جريدة بأي طريقة لكن الجريدة كانت تدخل ضمن جرائد أخرى أو وثاء يعني أوراق أخرى فكانت تخفى ففي النهاية لما عجزوا أوقفوا الجريدة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية وهكذا الكفر كله ملة واحدة يعاون بعض وبعضا ووصلت اسمعوا وصل عدم الاهتمام بمصر وشؤون مصر بجريدة مثل أهرام أن تذكر كل شيء في صفحتها الأولى أخبار ولي العهد ألمانيا البلقان مسألة الأمريكان كذا تذكر كل شيء ومصر تنشر أخباره في صفحات الداخلية دون أي إبراز صحيفة الاتحاد المصري ظلت سنوات كاملة سنوات لا تذكر شيئا عن أخبار مصر سنوات كاملة طيب معنا صحيفة سياسية وعندما حدثت أزمة خديو عباس حلم الثاني سأتي عليها إن شاء الله تعالى لم تكتب صحيفة عندها سوى سطرين فقط وبدأت حالة شنيعة من القنوط والاستسلام الإعلامي كان صح التعبير يقول اللورد كرومر أخذت الأوامر تصدر للصحف من قبله هو المعتمد البريطاني بعدم المساس بالاحتلال بعدم المساس بالاحتلال بعدم بدأت بعض الجرائد تكتب بعض الأسطر ضد الاحتلال صدرت الأوامر أن جرائد لم تنشأ إلى لتهذيب الطباع اسمعوا لتهذيب الطباع لذا وجب تنبيه على جرائد بلزوم خطة الاعتدال وتباعد عما من شأنه أن يمس حقوق الدولة التي تحابب الشعب المصري يعني الإنجليز وإن جرائد تعبر أو تعتبر لسان العام المعبر عما يقوم بالأفكار من هذه الجهة ولتعتبر الجرائد وإلا وإلا يعني ستعامل مما يقتضي به نظام المطبوعات في البلاد تهديد للجرائد وأنها لم تنشأ إلى تهذيب الطباع يعني تجين الناس وتركهم الحديث عن مسائل مهمة في مصر بعد الفاصل أواصل الحديث عن هذه القضايا المهمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة والأخوات بعد الفاصل صدرت خلال العامين الأولين معهد الاحتلال أوامر عدة لأرباب الصحف بمراعاة فائدة البلاد فلا يأتون في جرائدهم بشيء يشوش الفكر هكذا والإنذارات كانت تنهال على الصحف التي تتحدث عن أحوال البلاد حديثا جيدا وتطالب المحتل بتقدير حالة البلد إلى آخره فالمقطم تولت نيابة عن إنجليز أن تقول فلا تكون العاقبة على الجرائد يعني هذه الجرائد الوطنية إلا شرا وبالا لأن الحكومة تنزلها منزلة السيف المسنون في يد المجنون بين قوم عزل راتعين في بحبوحة الأمن وتضطر إلى تقييدها ومنع حرياتها تضطر إلى هذا وألغت الحكومة المصرية بإعازة لورد كرومر عددا من الجرائد وأقيمت الصعاب العديدة في عدد في وجه بعض الجرائد الأخرى ترفع الضرائب للتوزيع عن كل نسخة مثلا كانوا يدفعون نصف مليم وأنا ذاك الجريدة كل أصنع قيمتها كم حتى يدفعوا نصف مليم عن كل نسخة فهذا يؤدي إلى تعطيل الجريدة تعطيلا فعليا المشتركون تصدر أوامر للهيئة البريد ألا توزع إليهم الجرائد وأن يتباطئ في توزيعها وأن يتأخر في توزيعها يعني هكذا فردت الضرائب على توزيع الصحف مع أن هذا يعني عجيب أن تفرض الضرائب على توزيع الصحف أيضا في وقت نفسه كان الإنجليز حريصين عن نشر أخبار التي تروج أنما الإنجليز جاءوا من أجل إنقاذ مصر من فساد التي حاق بها والخراب المالي ذي جره إسماعيل عليها وإنقاذها من استبداد الخديو والأتراك والشراكسة والإقامة العدل بين أبنائها وإلغاء الرقيق والسخرة والكرباج ولتوزيع الضرائب توزيعا عادلا وطبعا كان من اليسير على الجيل الصاعد أن يصدق هذا لأن إسماعيل كان سيئا ومصرفا كما ذكرت لكم هلقاء إسماعيل والتوفيق كان ضعيفا والجرائد هي اللسان الإعلامي الوحيد في البلد فما كان أحد يجرؤ أن يتحدث غير هذه الجرائد اعترف كرومر مرة أخرى بمقدرة الصحافة على التأثير في الأمة فقال إن السواد إن اسمعوا إن السواد الأعظم من المصريين من أعظم الناس تصديقا لما يقال يعني يضحك عليه مهم يصدقون وكان هدف الإنجليز تخدير الأعصاب والتفاهم حول قيادة البلاد بدون ضجة حتى بعض المحسوبين على التيار الديني العام محمد بيرم الخامس التونسي في صحيفته اسمها الأعلام ينشرها في القاهرة يقول يعني يشجع تشجيعا عجيبا على الاستجابة الإنجليز واستكانة لهم قال نرى الأموال تأتي من الهند إلى مكة والمدينة أموال الأوقاف ولا نرى درهما واحدا أتى من الجزائر أو القوقاز يقصد القوقاز تحت الحتلال الروسي وجزائر تحت الحتلال الفرنسي ما يأتي ولا درهم واحد إلى الحرمين بينما الإنجليز يسمحون للهنود أن يلسل الأموال إلى الحرمين انظر للتلبيس ويتحدث عن إنجلترا هي الدولة الوحيدة في معاملة جميع رعاياها باللطف واللين والمحافظة على عوائدهم ودياناتهم فلا بدعا إذن إذا استماتت الرعاية في المحافظة على تخليد إنجلترا وزيادة شرفها إنا الله إنا إليه راجعون وأخذ يدافع عن الاستخراب الإنجليزي في الهند وتحسن أحوال الهند تحت السيطرة الإنجليزية وأفرض صفحة كاملة للحديث عن اللورد ريبون الحاكم العام للهند وأعماله ما يشهد له بحرية الضمير وخدمة الإنسانية إنا الله إنا إليه راجعون وبدأ طبعا إنجليز ساروا يستقطبون الصحفيين الشوام وخاصة النصارى منهم لأجل أن يؤلفوا الكتب الأدبية في التعليم الثانوي ويقول أحد النصارى الشوام فارس نمر اسمه إنه حضر من الشام إلى مصر مع زميليه يعقوب صروف وشاهين مكاريوس كلهم نصارى تلبية لدعوة كبراء مصر الذين اقترحوا عليهم إصدار المقتطف في مصر هكذا واللورد كرومر معتمد البريطاني في مصر كان من أكثر الناس تأييدا لهؤلاء النصارى ومن أكثر الناس تحجيما للمعارضين لهم وقمعا لكل معارض لهم وهذا معلوم من الحالة العامة التي كانت في مصر آنذاك يصف فارس نمر وجود الإنجليز بأنه أكبر نعمة اسمعوا أكبر نعمة وسوف يستمر كذلك أكبر نعمة لهذا القطر وذهب بعض هؤلاء النصارى إلى تمني أن ينزل الإنجليز في إسطنبول ويحتلوا البلاد العثمانية لينعم العثمانيون جميعا بالاحتلال الإنجليزي هكذا بكل صفاقة وبكل خداع للأجيال يقولون هذا والإشادة بالإنجليز وأنه نال مصر على أيديه خير عظيم وأيضا تفوقه مع جميع دول العالم إلى آخره إلى آخره من هذه الفضائح وصحيفة المقطم عقدت مقارنة بين البلاء الذي نزل ببلاد في الثورة العرابية ثم النعيم الذي جاء به الإنجليز إلى مصر هل نلام؟ يقول هل نلام؟ إذا شكرناهم وفاء على هذا الجميل؟ اسمعوا كيف التلبيس؟ أي شيء جميل الذي فعلوا الإنجليز؟ إنهم احتلوا مصر وسرقوا مقدراتها وثرواتها ويتحدث المقطم عن إنجلترا سلطانة البحار وجيش هذه الدولة ذي يحكم ثلاثمائة واحد وعشرين مليونا من النفوس وكانت خطب ملكة إنجلترا تنشر كاملة باللغة العربية صفحة الأولى أما عيد ميلاد الملكة فكان يستغرق الحديث عنه معظم الصفحة الأولى وما يقيمه اللورد كرومر في مصر والجيش من السعراضات هذا صفحة الأولى ووفاة ابن ولي عهد إنجلترا كان لدى المقطم أشبه بوفاة توفيق إذ كان المصابان في أسبوع واحد وتشابه كلانا في المصاب الفادح إن الله يراجعون الأرمني أليكسان صرافيان علسكان صاحب جريدة الزمان يقول إن طبعا الاحتلال راق له وصار يتغنى على صفحة جريدته أو صفحات جريدته بمزايا هذا الاحتلال ويتمناه لعاصمة بني عثمان لراحة أبناء جنسية يعني الأرمن ويقول دي طرازي عند وصفي لجريدة الزمان قال إنها أول جريدة عربية أخذت تناصر الإنجليز لأنها توسمت فيهم خيرا لمصلحة البلاد انظروا من يزكي ومن يزكى وكلاهما إن الله يليه راجعون كلاهما أسوأ من الآخر استغل إذن العنصر الشامي استغلالا كبيرا جدا خاصة للنصارى منهم وحدث النفور بين النصارى والمصريين النصارى الشوام والمصريين وهذا النفور كان مهما جدا وفي مساحة بريطانيا لأنه يخلق الثغرة لزيادة الدخل في شؤون البلاد بزعم إقرار الأمن وأيضا إيجاد متنفس للصحف حتى تستطيع أن تنفس عن نفسها ومتنفس أيضا للمصريين لأنهم يتابعون المعركة ساعة المعركة بين المصريين والنصارى الشوام والمعركة ينبغى أن تكون بين المصريين وبين المحتلين الإنجليز ووجد الشوام في الإنجليز النصارى مثلهم وجدوا أكبر الدعم وأكبر التأييد أيضا أيضا الحركة الوطنية المصرية اهتزت كثيرا بهذا الصراع لأن انقسم الناس إلى مؤيد لهذا ومؤيد لذاك فالقوة ما عدت مسيطرة كما ينبغي القوة الحركة الوطنية التي ظهرت بعد ذلك في مصر أصدر رياض باشا قرارا في عام 1890 يعني 1307 هجرية بوقف توظيف أهالي الشام في المصالح الحكومية اسمعوا تدخل كرومر وأصدر أمرا للوزارة بأنه طالما كان هناك جندي بريطاني واحد في شوارع القاهرة فلن يصدر قرار يفرق بين الناس على أساس الجنسية أو الدين تهديد كبير جدا وما دام الإنجليز في مصر فليكن الشوام إذن والنصارى منهم وليكتبوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا في مصر هكذا إذن الإنجليزين يزعمون أنهم جاءوا من أجل تثبيت الأمن وتثبيت الخديو يفعلون هذا ووجدت الصحف اللبنانية في المعتمد البريطاني كرومر سندا وعونا في قضيتها وتحولت جريدة اتحاد المصري إلى الدفاع عن الإنجليز ورفعت إلى اللورد كرومر بلسان المصريين والسوريين واجب الشكر فهو صاحب الفضل الذي لا يعبأ بتفاوت المذاهب واختلاف المشارب بل يقابلها بكرامة الطبع واستقلال الضمير وشهد الله أن السوريين كإخوانهم المصريين لا ينكرون منافع الإصلاح الظاهرة على يديه ولا يملون من توجيه الثنائي إليه ومصر في نظر الإنجليز بلد مصر في نظر الإنجليز بلد هو يقول هذا صاحب الاتحاد جريدة اتحاد وهو لبناني مصر في نظر الإنجليز بلد أراقوا في نجاتها من الفوضى الدماء وكانت لديهم بعد بعد متاعبهم كانت لديهم غالية أي مصر لا يهون عليهم أن يخرجوا منها يعني لمجرد طلب دولة غريبة أي دولة عثمانية صارت دولة غريبة قبل أن يتموا مشروعاتهم وأن يقوا أو أن يحافظوا على مصالحهم هكذا إذن كان يتحدث هؤلاء النصارى نصارى الشوام في مصر في جرائدهم كان هناك جرائد جيدة مثل مؤيد لعلي يوسف المنار لرشيد رضا لكن كانت توضع أمام العقبات وكانت تهدد حينا بعد حين بالإيقاف وتحاصر وتمنح جرائد الباقية الأموال وتمنح المساعدات ويغدق عليه الخير من قبل لورد كرومر أما الباقي الجرائد التي يمكن أن يشم منها رائحة الوطنية أو المانعة لا ولا يعني هذه الناحية الإعلامية في مصر تحكم فيها الإنجليز وقلت لكم يعني الجرائد هي الناحية الإعلامية الوحيدة طيب أين المنابر منابر المساجد لأوروما يسأل سائل أين الخطباء الذين يوعون الشباب في المساجد أي أن المشايخ الأزهر ويتحدثون في خطبهم عن الاحتلال وتوعية الناس وكذا العشر سنوات الأولى ما كان هذا واضح للأسف الشديد والأخبار فيه معدومة مما يدل على أنه ما كانت هناك حركة قوية من المشايخ ما كان المشايخ قائمين بالواجب الملقى عليهم لأن الناحية الإعلامية تكون في الجرائد أنا ذاكي ما كان تلفزيون ولا إذاعة ولا أي شيء آخر في الجرائد وكانت أيضا في منابر المساجد وخطب المساجد ودروس المساجد أما هذه كانت في معزل وأما الجرائد فأتيح لها أن تفعل ما تشاء وأن تعمل ما تشاء وإن الله وإن إليه راجعون وما ظهر صوت قوي في العشر سنوات الأولى يتحدث عن الواقع ويذمه ويحاول قدر الإمكان أن يثير في الجيل الجديد روح الجهاد والمقاومة أو روح الوطنية على الأقل هذا كل ما كان ظاهرا ونبارزا وسآتي في حلقة القادمة على تحطيم الإنجليزي جيش المصري بصورة عجيبة وعجيبة جدا ولأدلف منها بعد ذلك إلى حلقات أخرى تصف الحالة في مصر من ناحية التعليم من ناحية الصحة من ناحية المالية من إلى النواحي الأخرى إن شاء الله تعالى فابقوا معنا يا إخوة والأخوات وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته